كل شيء متهالك وبلا ترميم إلا مقام جحر بن عدي ولهذا المقام قصة سنرويها لاحقا إنه حال مدينة درعب ريف دمشق التي دخلتها سرا عدسة تلفزيون سوريا لترصد واقعها الحالي على ضوء معلومات تسربت بأن الخدمات حصلت على الدرجة الصفر فلا مية ولا كهرباء ولا خدمات ولا انترنت ولا شيء أبدا في هذه القرية أما مقام حجر بن عدي فقد أعاد النظام ترميمه دون سواء ليكون مقصدا لزوار الشيعة في لبنان ومن لبنان وإيران والعراق وكل من هبى ودب سنتابع التفاصيل أكثر لكن بعد تقرير حسام جمال عدرة كما هي منذ استعاد النظام كامل سيطرته عليها إلا هذا المقام الذي رممه لاستقبال الحجاج من إيران والعراقي لممارسة الطقوسهم الدينية كاميرا تلفزيون سوريا دخلت مدينة عدر البلد لنقل واقعها فالمدينة تعيش سوءا في الوضع الخدمي والمباني التي قصفتها طائرات النظام ما زالت ركاما من دون أي اهتمام بترميمها أو إعادة أعمارها رايات وعبارات طائفية منتشرة في المدينة خاصة حول مقام حجر بن عدي الذي يقصده الزوار الشيعة الصور تجعلك تشعر أن هذه البقعة خارج المدينة التي يعاني سكانها من شح في المياه وإهمال لجميع الخدمات الأساسية الأخرى التي ربما تعيد الحركة الاقتصادية إليها أمانة يجب نقلها وعدم إغفالها خلال الجولة الكاميرا فالمقام ليس الوحيد الذي أعيد ترميمه ومخفر المدينة أيضا المدينة التي استعاد النظام السيطرة عليها في العام 2014 بعد أن انسحب منها جيش الإسلام لأنها لم تعد لها أهمية استراتيجية على حد وصفه في حين أنها بوابة القلمون الشرقية ونقطة الوصول بين الغوطة الشرقية والقلمون إضافة إلى موقعها على أتستراد دمشق حمص ودورها في كسر الحصار على الغوطة الشرقية عدرة التي كانت مركزا اقتصاديا للعاصمة دمشق لكونها تحتوي على عشرات المعامل والمصانع هي الآن تعاني من نقص أدنى مقومات الحياة وينضم اللي نحن في الأستوديو الصحفي براء عبد الرحمن مرحبا بك براء كما رأينا في التقرير هناك إهمال متعمد ومقصود من نظام الأسد بإعادة ترميم عدرة وإيصال الخدمات الطبيعية إليها مثل المياه والكهرباء وما إلى هناك طيب برأيك لماذا يتقصد نظام الأسد أن يقوم بهذه السياسة بعدرة تحديدا وفقط ما قام بترميمه هو مقام لزوار الشيعة هناك الحقيقة قبل كل شيء هو ليس فقط عدرة نظام بعد تهجيرنا من الغوطة الشرقية في منتصف 2018 حتى اليوم لم يقم بإعادة أي خدمات لكافة مناطق ريف دمشق من عدرة في المنطقة الشرقية مناطق المرج الغوطة الشرقية دومة زملكة عربين جوبر حتى اليوم لم يدخلها سكانها حتى هي أحد أحياء العاصمة دمشق وكبيرة فيها كان أكثر من 200 ألف نسمة قبل 2011 حتى اليوم ممنوع سكان جوبر يدخلون وحتى القابون ودارية بالعودة لعدرة عدرة نفس الترتيب كأي منطقة من ريف دمشق اليوم النظام إذا بده يقدم أي خدمات قبل كل شيء النظام هو يفكر تفكير عصابة وليس تفكير دولة وهذا ينبغي أن نفهم كيف يفكر كيف تحديدا يعني هو يتقصد المناطق التي قامت بالخروج عليه بمظاهرات بكل تأكيد هذا العقاب جماعي لكل المناطق الثائرة هناك مناطق كانت مثل المناطق القريبة من جرامانا والدخانية التي حاولت ثوار الدخول إليها وتهدمت أو قصفت أبنيتها في تلك الفترة وعاد النظام إليها قام بإعادة تأهيلها بشكل كامل وإعادة الخدمات إليها يعني سياسة انتقام بارد يمكن أن يفهمها هناك سياسة انتقام وعقاب جماعي للمناطق الثائرة وهناك أيضا سياسة الجكر يعني هو يفكر تفكير العصابة وليس منطق الدولة في تمثال ليس فقط المقام الشيعي أو المقام المزعوم في دارية أو في عدرة حتى تماثيل حافظ الأسد وبعض الرموز للنظام التي تم تهديمها من قبل المتظاهرين في بداية الثورة كله أعاد ترميمه أما المشافي المدارس البنى التحدية لم يقم بإعادة تأهيلها ولا بشكل طيب إن جئنا لموضوع الحسينية أو المقام الخاص بالزوار الشيعة تم إعادة ترميمه من قبل منظمات أيضا قامت بالمساهمة بهذا الأمر ألم يروا واقع المدينة ويعيدوا إليها بعض الخدمات مع الأسف يعني إذا تحدثنا عن المنظمات وهذا سؤال مهم جدا هناك كثير من المنظمات حتى التي تحصل على دعم من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وتعمل في العاصمة دمشق اليوم يتم دعم النظام من قبل هذه المنظمات وترميم بعض الحسينيات وبعض المناطق التابعة للنظام وكما ذكرنا قبل قليل يتم تغاضي النظر عن المناطق الثائرة وتعامل معها بقانون العقوبة الجماعية أما بالنسبة للمقامات تعرف يعني اليوم المنطقة أول شغلة النظام ليس له قرار فيها يعني اليوم القرار لإيران بالمناطق التي يسيطر عليها في ريف دمشق حتى حدث حينما خرجنا من الغوطة خلاف بين روسيا وإيران حول تلك المناطق تفاجأ النظام حينما دخل مع الروس لبعض المناطق التي سقطت في 2018 وشاف فيها مئات الآلاف من المدنيين ما كان متوقع هي الأعداد الكبيرة من المدنيين فاين بده يروح فيهم؟ اليوم النظام يقدم الخدمات ما لح يحد من الهجرة على العكس تباما اليوم يقدم ويضغط على المدنيين والسوريين بالخروج من المناطق التي سيطر عليها بدهم يقدم لهم الخدمات وبالعكس تماما ونشوف نحن مقام مثل مقام حجر بن عدي في عدرة أو مقام سكينة المزعوم في دارية بعد خروجنا بأشهر زاروا بعثة إيرانية بزعامة اللواء محمد الباقر زاروا تلك الأضريحة المهدمة وتعهدوا ببنائها وفعلا خلال أشهر أنفقوا عليها الملايين وقاموا بأعادة بنائها بالتعاون مع بعض المنظمات المدنية وفتحوا المزارات من لبنان والعراق كما ذكرت قبل قليل وهذا ما يحدث في عدرة تحديدة من مقام حجر بن عدي لكن الفكرة أن هذه المنطقة تحديدة وهذا المقام بعدرة اليوم عدرة هل لها أهمية بالنسبة للإيرانيين ما هي هذه الأهمية؟ الأهمية هي المقام فقط نعم المقامات الشيعية طبعا هناك قطع عسكرية مثل فوج الكيميا هو أحد المناطق المدعومة من إيران من قبل الثورة السورية هي منطقة عسكرية يشرف عليها الإيرانيين بشكل مباشر حاول الثوار في 2013 و14 و15 محاصرتها بشكل كامل والدخول إليها لكن لم يستطيعوا اقتحام تلك القطع العسكرية الكبيرة وتضم يعدد كبير من الإيرانيين والأسلحة ربما الكيميائية حتى كان هناك استيماتة من قبل الإيرانيين بالدفاع عن تلك المنطقة هذه المنطقة العسكرية هي منطقة مهمة في وجه الكيميا بلا أدنى شك وكذلك المقام المقام هو بالنسبة إليهم منطلق دوافع طائفية أن هذه الطائفة هي موجودة في ريف دمشق وفي العاصمة دمشق العاصمة العريقة أنهم كمكون شيعي أقل ويهن موجودين إذا لم يكن هناك مقامات فهن لماذا موجودين في سوريا فهذا أول شغل في عنا دوافع طائفية وفي عنا دوافع سياسية مشروعية تواجد الاحتلال الإيراني والحلفاء للنظام أننا موجودين في عنا مقامات في عنا حسينيات هذه المناطق التي فيها منقامات وحسينيات وخصوصا في عذرة هل هناك أي أنباء تتكلم عن محاولة إيران شراء أراضي بها تغيير ديمقرافي فيها كل تأكيد نعم مناطق التي خرجت منها هناك الكثير من العقارات تم شراءها من قبل إيرانيين ومن قبل لبنانيين ومن قبل شيعة تابعين لحزب الله والعراق وميليشيات شيعية عراقية ودفعوا حتى مبالغ طائلة مقابل تلك العقارات في ريف ديمشق بكل تأكيد يعني مشروع التغيير الديمقرافي يحاول النظام اليوم تكريسه ويحاول حتى مساعدة الاحتلال الإيراني بنشر التشيع ومحاولة التغيير الديمقرافي مع الأسر طيب أيضا هناك أنباء تكلمت أن النظام إضافة إلى ترميم هذا المزار رمما مع المخفر مخفر الشرطة في المنطقة وكأن شيئا لم يكن يعني كأن كل المشاكل انتهت فقط بقي أن يرمي مخفر الشرطة تحدث لك قول قليل أنه النظام هناك يعني شيء من الرمزية أصبحت بينه وبين الثوار أنه الثوار أول ما خرجوا بتلك المناطق الريفية مثلا يطلعوا ضد صور الرئيس وضد صور الهالك حافظ اللي موجودة بالمخافر اللي موجودة بمؤسسات الدولة فهذاك المخفر اتعرض للحجارة والرشق بالحجارة وزجاجات الحارقة وإطلاف صور الرئيس فالنظام أول ما خرجنا من تلك المناطق أول ما رمم تلك الرموز التي تم هدمها من قبل الثوار أما صور الرئيس أو تمثال حافظ الأسد أو الحسينيات الشيعية الموجودة في المنطقة ومع العلم يعني أنا أريد أن أؤكد بنهاية اللقاء أنه حتى تاريخيا لم يكن هناك قبور في ريف دمشق تابعة لإيران أو الشيع إلى أخره هذا ذكره ياقوت الحموي وذكره بن عساكر في تاريخ دمشق وذكره حتى بن بطوطة في عدة رسائل له حتى مقام سكينة المزعوم لم يكن موجود فقط في 2003 أنشئ فهي مقامات أنشئة قبل الثورة السورية في خطة نشر التشيع ومحاولة التغيير الديمغرافي طيب بناء على السكة التي تسير بها الأمور الآن بناء على هذه المعلومات وهذه التطورات على الأرض حقيقة هذا المستقبل حسب التعاطي الدولي من الأسف نحن اليوم كسوريين تعرف نحن واقعنا يعني مع الأسف الشديد قرارنا مش مثل وقت كنا في 2012 مسيطرين على 70% اليوم نحن قرارنا هو قرار تقسيم دولي اليوم الأمريكان موجودين الجيش التركي موجود في سوريا الاحتلال الإيراني موجود في سوريا الروس موجودين في سوريا هناك محاولة لفرض واقع جديد ومعطيات جديدة مع المتغيرات الإقليمية الأخيرة الموجودة يعني حتى اليوم المحللين السياسيين لا يستطيعون التنبؤ بما سيحدث بمسارعات الأعمار لهذه المناطق وإيصال الخدمات لها هل سوف تبقى الأمور هكذا بهذا الشكل إلى أجل غير مسمى مثلا؟ لا يمكن لا يمكن إعادة الأعمار وهذا اشترطه الأوروبيون ومنظمات دولية وحتى الأمريكان أنه لا يمكن إعطاءه الفلوس وتدخل الشركات الدولية والتجارية والعالمية لمنطقة مفروضة عليها عقوبات دولية وعقوبات أمريكية حتى الآن ما زال هناك فيتوم من قبل الأمريكان على المنطقة لا يمكن حتى الروس يعني حاولوا تدخل بشكل كبير ووضعوا الوسائط وأرسلوا من فترة الملك الأردن خصوصا بهذا الموضوع لا يمكن إعادة أعمار تلك المنطقة بوجود لكن عدرة تحديد هذه منطقة صناعية يعني حتى منطقيا النظام بحاجة لإعادة أعمارها من أجل المساهمة باقتصاده المتهالك يعني هو بحاجة لها والله النظام أول شغلي غير مكترس لا بواقع اقتصادي ولا بواقع اجتماعي يعني أنا من فترة كنتهم في أحد اللقاءات عن الواقع الزراعي الواقع الطبي لم يقم النظام بإعادة تأهيل أي شيء في الريف الدمشقي لا بالريف الغربي ولا بالريف الشرقي ولا حتى بريف حمص يعني حتى اليوم نخرج من الريف دمشق لريف حمص لمناطق حلب اللي دخلها النظام مع الأسف لا يوجد كهرباء ولا ماء ولا انترنيت ولا المدارس اليوم بدون سبورة بدون مقاعد والطلاب عم تعود على الأرض باقتراب موسم الشتاء الديزل يعني للأسف الشديد الواقع جدا مرير على أهلنا السوريين وكما ذكرت النظام حتى لو هو قادر يقدم أي خدمات للشعب السوري في المناطق التي سيطر عليها لن يفكر بذلك لأنه ما يفكر بمنطق الدولة يفكر بسياسة العقاب الجماعي بالنهاي أهالينا اللي تموا بمناطق النظام هن أبو الشهيد وأخو الثائر وأخو المعتقل وهن ابناء هذه السورة لكن مدنيا في بعضهم كثير وضطر أنه يتم بهذه المناطق الثائرة فهدلول بدون يتعاقبوا بعد ما لحنا خرجنا اعتقل الكثير منهم وبالأسف يعني بمنهم مدنيين وكبار بالعمر وتم توثيق الكثير أنا وثقت في دومة تحديدا وثقت كثير حالات عادت النظام اعتقلهم وقتلهم وإلى آخره لكن اليوم مع كل أسف يعني إذا بده اليوم النظام يقدم لهم أي خدمات أول شغلة سيحد من الهجرة وهذا لا يصل لصالحه النظام بده اليوم يطلع كل بصراحة حتى لو حكينا يعني مش بنفس طائفي بواقعية اليوم النظام مثل بالعراق بيحاول يقلل أهل السنة أهل السنة اللي موجودين بالمناطق الثائرة واللي هي كان الأكثرية الخرج منها يعني بالأرياف ريف دمشق وحمص وحلب ودرعة وغيرة اليوم النظام ما له مصلحة يكون فيها أكثرية سنية بالعكس اليوم عم يسهل ويجنس كما ذكرت عدة مصادر من العصابات الأفغانية والإيرانية وتابعي لحزب الله لبنان ومليشات العراقية عم يسهل تجنيسهم يسهل شراءهم للعقارات ويسهل حركة السوريين اللي بدهم يطلعوا من أهل السنة يطلعوا يعني ما عندهم بالنسبة لهم وهم يطلع منهم يخلص منهم ويكتر نشر الهلال الشيعي مع الأسف بعدرة طيب تحديدا انت كلمنا وخصصنا الموضوع هل الأهالي يعانون أيضا بنفس ما تذكر بالمناطق الأخرى أم هناك تضييق أكثر عليهم بحكم أنها منطقة فيها واضح أن هناك تمدد شيعي بها مع الأسف يعني عدرة للأمانة من قبل الثورة هي مهمشة مهمشة إداريا وبيعرف كل أهالي المنطقة يعني كانت مع أنه مثل ما بتحكي هي بموقع جغرافيها على أستراد القريب من أستراد التنف والعراق وقريبة منها المنطقة الصناعية الجديدة اللي افتتحوا فيها سيارات مع مال أكبر سيارات في سوريا مع مالشام قبل الثورة فكانت هي منطقة صناعية ضخمة جدا ومنطقة حيوية ومنطقة زراعية ومنطقة فعلا هي منطقة مهمة لكن نظام من قبل الثورة يحاول عدم استثمار تلك المنطقة أو محاولة التنمية فيها لمحاولة شراء الأراضي عبر الإيرانيين هلأ بمحيط مقام حجر بن عدي اشتروا الإيرانية مئات الدنومات الزراعية في تلك المنطقة والمعامل والآن حتى يحاولون شراء والدخول بشراكات ضمن معامل منطقة صناعية في عدرة لمحاولة السيطرة على تلك المنطقة فبكل تأكيد التضييق موجود أشكرك كثيرا براء عبد الرحمن صحفي كنت معنا هنا في الاستيديو في آذر نعمر